هنأ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو وقال مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة للثورة إن هذه الثورة جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصري العظيم برفض الخضوع لتهديدات جماعة التطرف والإرهاب داعيا جمع الشعب إلى المحافظة على روح الثورة العظيمة والتكاتف خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة من أجل رفعة هذا الوطن